هذا الهاتف يأتي بأنحف حواف للشاشة هو الميز 21 القليل منكم يعرف هذه الشركة فهي تعتبر شركة رائدة في مجال الهواتف في الصين ولكن للأسف تصويقها قليل عالميا لذلك في هذا الفيديو راح نستعرض أهم وصفات هذا الهاتف مع سعره ولكن قبل ذلك دعمونا بلايك للفيدل وتحفيزنا على تقاديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة بقاء تقنية بدون إطالة نبدأ بالتصميم يتمتح هاتف الميز 21 بتصميم دقيق وموثوق للغاية الإطار مصنوع من الألمانيوم ويدعم مقاومة السقوط والضغط لذلك فهو متين جدا يبلغ سمك الهاتف 7.9 ملي متر ويزن 198 جرام وهو متوفر بأربعة ألوان اللون الأبيض والأسود والأخضر واللون البنفسجي ويستخدم تقنية الجلتر النجمة الرملية ناعمة وله ملمس ناعم وحراري في الظهر تعتمد وحدة الكاميرا الخلفية تصميم عدسة ضيقة الحواف بلا حدود مع حلقة عدسة مطلية باللون الأسود أيضا يوجد نظام إذاء حلق تفاعل متعدد السينيوريات في الخلف يقوم بإخراج تأثيرات ضوئية مختلفة مما يجعل الألعاب والموسيقى وتذكيرات الإشعارات وغيرها من المشاهد المختلفة أكثر إثارة أيضا قامت شركة ميزو باستخدام تقنية الانتنا سيستام 2.0 والتي تتمتع بمساحة أضيق لتخليص الهواء لتحقيق آداء أقوى للإشارة وحدود أضيق ويستخدم هاتف الجديد أيضا تقنية مخصصة تسمى الانم سمارت نت تدعم هذه الميزة تحسين الشبكة ومن مميزات الهاتف وهي الشاشة تصميم الشاشة صراحة مميز جدا وهذا بفضل الحواف الرقيقة التي تبلغ 1.74 مليمتر فقط تدعي الشركة أنها تتحدى أضيق شكل رباعي في العالم الشاشة تأتي من نوع أوليد بحجم 6.55 إنش تدعم تعتيم عالي تردد 1920 هرتز تدعم أيضا معدل تحديث عالي 120 هرتز وذروة سطوع 1200 نت وتدعم إدارة ألوان الشاشة أيضا قالت شركة ميزو أن هذا الهاتف قد اجتاز شهادة الضو الأزرق المنخفض من اس جي اس وشهادة الاشجار تان بلاس لذلك راح تستمتع بتجربة مشاهدة محتوى مميزة جدا ومن أقوى مميزات الهاتف أنه يأتي بأقوى معالجاتك والكم حاليا وهو سناب دراجون 8 الجيل الثالث هذا المعالج موجود في عدة هواتف وسيكون قادم أيضا لهواتف أخرى بدون شك راح يقدم تجربة آداء قوية ولكن ليس هذا فقط فالهاتف الميزو 21 يأتي مزود بفتحة بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية ومكبرات صوت خطية فائقة المستوى مزدوجة من الجيل السادس أيضا سيأتي بأكبر محرك اهتزاز في الاندريد لذلك تجربة الألعاب راح تكون مميزة جدا وبالنسبة للبطارية فالهاتف يأتي ببطارية بحجم 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 نوات لذلك سيشحن الهاتف بالكامل خلال 40 دقيقة فقط ويدعم هاتف الميزو 21 تقنية التبريد الميزو AC وورلود والواند مند 10.5 ومساحة إشمالية لتبديد الحرارة بحجم كبير وبفضل هذه العناصر حققت توازنا مختلفا وأفضل بين الآداء وعمر البطارية وفي جوانب أخرى يدعم هاتف الميزو 21 تقنية الأنفسي والAR للتحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء أيضا يتميز الهاتف بكاميرا ممتازة في من الخلف سنجد ثلاث عدسات الرئيسية بدقة 200 ميجابيكسل تدعم حساس سامسونج الاش بي 3 وتدعم أيضا المثبت البصري والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابيكسل بحساس سامسونج أيضا وهي للتصوير الواسع وآخر كاميرا وهي للماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وأما في المقدمة سنجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل وستكون الكاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأما سعر الهاتف نسخة 250 مع 8 جيجا رام في يتي بسعر 479 دولار وأما نسخة 256 مع 12 جيجا رام بسعر 522 دولار وأما نسخة 512 مع 12 جيجا رام بسعر 564 دولار العموم هاتف الميز 21 من الهواتف المميزة لهذا العام عنده الشاشة هي الأنحف مع أقوى معالج أيضا يتميز بالعديد من التقنيات الجديدة وفي الآخير معارا لكم بالهاتف وسعره رجائعا شارك ونراكم في تعليقات دمتم شرعات الله وحفظه